السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب ورجعنا لكم اليوم فيديو جديد في الفيديو هذا جمعتها خير جديد لكم تجميعة رهيبة للسحرانين أدنى متأخر وقت من الليل لكن للسحرانين التجميع دي تجميع جدا ممتازة قيمتها تقريبا 3100 تقريبا شامل كل شيء تشغلك كلها العام من 6280 هرتز بإذنها تكون تجميع ممتازة لقد قمنا نبدأ جمعتها خير الحمدلله تهدي الوجه الجديد حقق قناتنا غيرنا اسم القناة اللباس التكنولوجي وضبطنا الأمور الحمدلله شكل القناة جدا ممتاز وراح يكون الاسم هذا أكثر توجه القناة الجديد بإذن الله فبرضو تابعونا على استقرام جوعة خير اللي عنده أي سؤال عنده أي استفسار برضو عنده نطرح كثيرة تساؤلات هناك نزل صور هناك برضو نسوي مسابقات فتابعونا على استقرام برضو عشان تكون محدث دائما عند اللي صرر القناة فجوعة خير أنا ما بطل فيديو أكثر من كده خلونا نبدأ موسيقى طيب جوعة خير أول شيء عندنا هنا من اي ام دي اللي هو رايزن 3 3100 راح يجينا بأربع عنوية جوعة خير وثمان مسارات لنفس المعالج تعتبر معالجة تعتبر الرخيصة الآن تجيكثين عنوية عذراً أربع عنوية ثمان مسارات وبرضو راح تكون سرعة الكور هنا كما نرى 3.9 جيجا هيرتز برضو المعالج الدقة تصنعي فيه 7 نانومتر وبرضو راح يسحب من الكهرباء 560 واب برضو يدعم اي ام فور هذه السوكت او مدخل السبيو حق اي ام دي من رايزن 1 الى يومك هذا نفس المدخل هذا فممكن هذه ميزة صارت عند رايزن من الجيل الاول الى الجيل هذا نفس المدربورت تستخدمها عندك اي مشاكل فإلى نجوة الخير المعالج يعتبر جدا ممتاز انا ممكن تبحث 3300 اكس لكن غير موجود في المخزون فحطيتها 300 ويعتبر نشفة طالعاً المعالج معالجة تجمعهم مروحة تبريد وفيها ثرمال بيس ثرمال بيس ليس طالعاً الوضع ليس ممتاز فنذهب الى جوة الخير المدربورد من ازروك بي 450 مايكرو تعتبر نسخة سي اللجند تعتبر ممتازة طبعاً السوكت حقها اي ام فور كالعادة من اي ام دي بها اربع مداخل للرام وعند المدخل الشاشة فيه كرت شاشة اللي هو مدعم بالالامنيوم وفيه مدخل ثاني بساي اي راح يكون لو تضع علي كرت صوت وتضع علي كرت شبكة لا يوجد مشكلة طبعاً الجن فور هنا لدينا بساي اي وفيها مدخل للامدات 2 فصراحة مداخل الامدات 2 هنا ممتازة شوف واحد تحت هنا الهيت سينك حق المدربورد والثاني هنا في النص فصراحة مدوعة خيرة وفيها ار جي بي للمهتم الار جي بي المدربورد اللي هي ستالي لجن تعتمد ان المدربوردات العالية نوعاً ما عند ازروك وصراحة ممتازة المدربورد كشكل للمهتم الار جي بي راح تعجب المدربورد برضو هنا عندنا الميموري سلات ومداخل الميموري راح تكون تقبل كسر إلى 3530 كحد سرعة قصوى فتعتمد ان الممتازة هذه مواصفات كاملة جعلتها خير اللي يسأل عن أي شيء ثاني وذكرتها كامل برضو عندنا هنا راح نشوف المداخل عندنا زي ما تشوف فيه هنا 2 USB 3.1 وبرضو فيه 2 USB الثاني فيه 2 USB الثاني فتعتمد ان الممتاز وفيه 3.0 في 2 فمداخل فيها ما تخاف وبي برضو كرتشة صوت وبها مدخل واحد جيجابيت للمدخل ايثر نت فصالت ان اعتبرت جدا ممتاز فماذا نتكلم فيه اكتر فيه برضو ما داخل الارجي بي للمهتف الارجي بي تروح لي بعد جمعت الخير عندنا كرت الشاشة اللي هو EVGL GeForce GTX 1650 Super شركة EVG جمعت الخير في التبريد جدا ممتازة والكروف هذه الرخيصة خاصة اللي من او الاقتصادية نقول 1650 Super والعادي 1660 او 1030 الفئات هذه اللي تدور نوع ما رخيصة دائما تكون تبريدها يعني مش مهم ان تأخذ الفئة بفئة غالية او هاي اند لانه اصلا كرت مرح يجيك حار كل الكروت هذه حرارتها معقولة جدا فما يحتاج انك تأخذ شيء غالي او شيء من الكروت عشان يكون تبريده ممتاز الا اذا كنت مهتف الارجي بي وتابتك سرعتها كرت هذا شيء ثاني طب راح نجيل الـ VRAM هنا 4 جيجا VRAM GDR6 نسخة السي الترا من عند EVGA تعتبر نسخة متوسطة ما هي اعلى فئة لكن تعتبر الفئات المتوسطة عندهم وتعتبر ممتازة يعني صراحة ان EVGA ممتازة جدا انا جربت كروتهم كثيرا صراحة من التجميعات ممتازة كروتهم سواء الـ High-End او الـ Economy الرئيسة الرخيصة كلام ممتازة برضو جوعة خير الكيس عندك الكرت حجمه جدا صغير فيدخل معك بأي كيس سواء مايكرو اي تي اكس وتوقع حتى في الميني يركب الكرت لا تواجه مشاك ان شاء الله هنا عندنا جوعة خير مداخل عندنا مداخل ديفا اي دي ومداخل مداخل مداخل مارك 2 نسخة EMD هنا 16 جيجا ثمانية وثمانية شركة كيلي جوعة خير انا بنفسي استخدم كراماتهم لتقريبا سنتين ما وجهت منهم اي مشاكل الحمدالله وتعتبر شركة ممتازة وسعر مقابل اداء حلو عندهم زي ما قلنا هنا عندنا نسخة EMD تأكد ان نسخة EMD قم لا تشتري لن بعض تجيك نسخة Intel ماينا عارف كيف تضبط ان تشتغل نسخة EMD او Intel لماذا الفرق بينهم لكن توقع السرعة العالية دائما يضعونها EMD التي تنسي هنا ليس بطال وليس كويس لكن يعتمد ممتاز نوعا ما هناك نسخة بيضة ونسخة سودة مننا اذا تريد نسخة البيضة ممكن تأخذه أيضا جمعت اخير عندنا هنا الامدة 2 من كورسير كورسير فورس MB510 240 جيجا هذه تضع فيها النظام ممكن تضع معها لعبتين ثلاثة من العاب القفية مثل League of Legends وتضع معها مثلا فورتنايت ولعب اللي مو بتقيله مره لكن العاب مثل اللي عندك Call of Duty لا تضع معها مثلا HDD هنا سواء تأخذ 1 تيرا 2 تيرا تأخذ اهم شيء 7200 سرعة وتأخذ اللي هي الكاش حقيقي يكون 64 ميجا بايت لا تأخذ أقل من كذا وإلا يصبح عندك مشاكل على اللعاب وتحميل اللعاب ويكون جهازك جدا جدا بطيء فهذا يجبعتها خير تجميل عندنا باقي الباور سبلاي والكيس تأخذه المحلي للمباور سبلاي قيمته هنا في نيو ايق تقريبا مع الشحن يصل على 500 ريال على 500 وط فهو صحف غالي لكن تأخذ المحلي تأخذ 200-230 ريال أعتقد سعر معقول جدا وارضو الكيس يعني قيمته هنا جدا مرتفع سعره غالي في الشحن فأخذه المحلي أفضل لك هذه جبعة أخير تجميع شاملة واصلة عندك 2600 وخمسة ثمانية قل مثلا كيس وكرت ستصل لك 3100 فهو صحف غالي أعتبره مبلغ جدا ممتاز خاصة الآن مع الضريب أو الأشياء هذي أرى مبلغ جدا ممتاز على البي سي وأيضا شغلك جميع الألعاب من 60-80 فرايم بعض الألعاب شغلها لكمية العددات ألترا عفو الـ HD يتنزل العددات دخليها ميديم وكذا يوصل لكمية 44 وراءها فإلى هنا جبعة أخير خلصة الفيديو حقي أتمنى أن أعجبكم لا تنسى أن تعطين لا تنسى أن تشغلوا ودعمونا أكثر تعالوا إلى الـ Instagram لدينا مسابقات ونساعدت كثيرة ونسمع منكم في الخاص فعنا الخاص وإستجرام بإذن الله أرد عليكم بأسرع وقت ممكن فإلى هنا جهة لكي خلصة الفيديو حقي أتمنى أن تضعوا لا تنسى أن تشغلوا وشغلوا مرة أخرى لأن نحتاج قليلاً لدينا جمعة الخير للقناة لكن إن شاء الله أنتم قدّة إن شاء الله سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستطيع أن أقول إليك كما معكم باسل إنقلات به باسل تكنولوجي بغي تقول باسل هي سؤك لكن باسل تكنولوجي في أمان الله